السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب ألبي على السوشيل ميديا حياكم الله جميعا وأسحد الله جميعا وقاتكم عيلة الأكابر اليوم رح نتحدث عن بيانات الفائدة الأمريكية وأيضا بيانات التضخم وشو تبعات أهلية كانت إيجابية أمسل بي وضح لكم كتير أفكار بعيدا عن نظرية المؤورة الموجودة بالسوشيل ميديا وهل حتكون تبعاتها إيجابية على سوق العملات الرقمية أم حتكون سلبية ولا تنسوا أنه عنا صوت يوم السبت الساعة 11 مساء على جروب التليجرام وأيضا التيك توك ببث لايف نحلل العملاتكم الرقمية وأيضا نتحدث عن آخر مشاريع في العملات الرقمية أو لو تكونوا موجودين تمام يا شباب خلينا نبلش طيب يا شباب من خلال هذا الفيديو القصير تحملوني شوي إذا طولت عليكم فيه بس ولكن فؤضح جدا أفكار مهمة عن بيانات التضخم ومعدل التضخم في الولايات المتحدة لأنه جدا مهم بالأسواق المالية وأيضا بسوق العملات الرقمية لنبني فهم أحسن ووعي استثماري في التداول والمضارب أيضا تمام يا شباب مثل ما بتعرفوا كانت بيانات التضخم الأمريكية ثلاثة فاصلة سبعة بستة لالفين ثلاثة وعشرين بستمبر وتم خفضة إلى ثلاثة فاصلة اثنين وتم أيضا بديسمبر بأفين ثلاثة وعشرين ارتفاع إلى ثلاثة فاصلة أربعة وكان أعلى ارتفاع بسنة الالفين واربع وعشرين هو ثلاثة فاصلة خمسة جميل طيب خلينا نشوف نظرة أبعاد من هي خلينا نشوف آخر ثلاثة سنوات أعلى تضخم أعلى ارتفاع بالسنة الالفين واثنين وعشرين بلش الركود بلش التضخم كانت تسعة فاصلة واحد ركز بهالكلام اللي بدي أقول لك يا تم انخفاضة في مايو بعام الفين وثلاثة وعشرين إلى أربعة فاصلة واحد طيب بهي الأثناء الفين واثنين وعشرين بلش الكراش بسوق العملات الرقمية والأسواق المالية والأسهم ارتفعت بيانات التضخم بشكل طبيعي جيران باول لبسنا بالحيط وتم رفع التضخم حتى يكبح جماح التضخم وهذا الشيء أيضا كان ليس بجيد على البنوك وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الشرائية وسوق الأسهم وأيضا والعملات الرقمية فتم التخفيض في مايو إلى أربعة فاصلة واحد بالمية نقطة أساس طيب جميل يعني من التسعة للأربعة هذا إنجاز ركز بهذا الكلام هذا بالفعل إنجاز يعني نصف الفايدة الأمريكية طارت من وشنا جميل فهون بلش شو السوق يعني يتعافى بس ولكن أنت ما لن بيين لك هذا الأمر بس عبيت تعافى ستيب باي ستيب وتم الارتفاع وزهبنا إلى ستين ألف تمام وصارت الكراش متل ما بتعرفوا بآخر ستة أشهر الموجودة أمامكم يعني هلأ صلنا نحنا بالكراشات ستة أشهر طيب جميل لذلك تم ارتفاع الفائدة الأمريكية إلى ثلاثة فاصلة خمسة بالمية في مارش الفين واربا وشرين وهون أصبح أنه كان فيه كراشات قوية أكثر من ستة أشهر والآن تم تخفيضها بالتدريج إلى ثلاثة بالمية بجانوري الفين واربا وشرين ثلاثة بالمية تمام وأيضا بأغسطس الفين واربا وشرين تم تخفيضها إلى ثلاثة خمسة بالمية يعني إذا مننظر الآن على ثلاث سنوات قديش كان معدل الفائدة الامريكية كان من الفين وحد وعشرين خمسة فاصلة ثلاثة بالمية يعني من أربع سنوات من أكثر من أربع سنوات للآن ما تم تخفيض الفائدة الامريكية إلى ثلاثة خمسة وهذا يعتبر بحد ذاته إنجاز وإنجاز رائع جدا للأسواق المالية للبورصة وأيضا للفوريكس وأيضا للكريبتو وكل الأمور يعني حيتحسن الاقتصاد جدا حيتحسن وتخفيض خمسين نقطة أساس إنجاز رائع طيب شا اللي بده يصير الآن بسوق العملات الرقمية يعني الكلام واضح وصريح لا يخلو الأمر الآن من كرشات تحصل معنا بالسوق انفجارات سعرية رح بتصير ولكن المستقبل على الاسبوعي وعلى اليومي جميل جدا وأيضا يوم السبت هنحلل ونتحدث عن هذا الأمر تمام وإلى أين زاهبين يعني الأمور مبشرة الخير الأمور زاهبة إلى صعود وليس إلى هبوط لا تخلو السوشيل ميديا تعملكم نظرية مؤامرة وتضحك على عقولكم والأمور فالأمور متحسنة نحن زاهبين إلى صعود ولكن المستقبل حيكون جميل تمام ولكن لا يخلو كل أمر من الكرشات على فريم الساعة والأربع ساعات والهبوط يلي بدو يصير إن شاء الله تكون فرصة جميلة لكم وإن شاء الله تكون الأسعار اللي أخدتوها بالكرشات اللي حصلت الأسعار تكون رخيصة أنا طبعا بخدمة المدفوعة عندي بالفي آي بي حللت هالأمور وتحدثت عنها قبل أنه ما يحصل الصعود واخدنا بهالأسعار وإن شاء الله عادت علينا بمرابح جميلة كمضارد إن شاء الله تحققوا ربح وأحلامكم وأعمالكم بسوق العملات الرقمية قروبنا دائما مهتم يبني عندك وعي في التداول والاستثمار والمضاربة أيضا بسوق العملات الرقمية والأسهم والبورصة العالمية تمام لتفهم كيف تتداول وتبني عندك وعي أفضل وتبرمج عقلك إلى عقلية متداول إن شاء الله خلينا شوفكم السبت الساعة الحدي عشر مساء بقروب التليجرام بالبث لنتحدث إلى أين ذاهبين وأسعار البيتكون وأيضا الإثيريوم وعملات حابين نحل لكم ياها كونوا على الموعد وحاولوا لا تتأخروا ومثل ما قلت لكم الخير قادم لا محالة سنة الالفين وخمس وعشرين حتكون سنة العملات الرقمية بامتياز بس حاول لا تطمع حاول تلملم أرباحك دائما بشكل دوري وأيضا اكتفي بربحك ولا يخلو الأمر منك رشاء سولاك المستقبل إن شاء الله تعالى هيكون جميل تحياتي للجميع وإن شاء الله دائما تكونوا بصحة وخير وسلامة وأيضا يا شباب لا تنسوا أنكم تشتركوا برابط التليجرام المسبت في صندوق الوصف والتعليقات لليوتيوب وأيضا التيك توك بأقرب فرصة مركنة لتعرفوا شو حالة السوق وآخر الأخبار وآخر التطورات وأيضا تعرفوا إلى أين ذاهبين وأيضا ما بتشتركوا بالخدمة المتفوعة للفي اي بي لتعرفوا أيضا وين ذاهبين كمضارب وكمستسمع تمام يا عبطال بقدر لك بالنهاية هذا ليس خيام رائعا لكني أنا سأقوم بتغير أم من الزياجة سيلاون وينزعوا وينزعوا في المسائل با 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 مان